صار، 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 صمع الحرية، صمع الحرية الصورة محفورة في الذاكرة والهتاف ليس جديدا عن شارع غاضب على ما يجري من بغداد والنجف، من كربلاء رسالة صاعدة إلى السماء عاجلة إلى سياسي البلد رأس مالها تشكيل الحكومة على وجه السرعة وتفاصيلها قد تعود تشرين هذه المرة ناقمة على كل ما جرى فالسناديق التي صوت بها هؤلاء كانوا يريدون منها صوتاً واحداً لأجل العراق يشرع القوانين ويحقق المطلوب الحرك السياسي المتفاعل مع أزمة احتقان الشارع شعر بصعوبة حل البرلمان لكنها خيارات مطروحة في حال تأزم وتعمق الانسداد السياسي الذي لم يحرك ساكناً حتى اللحظة قدمتوا أنا قدمتوا أشهد بالله قدمتوا نساء وأطفال بالتقاطعات قدمتوا مستشفىات رديئة مصانع ملغية قدمتوا فساد على مستوى العالم أكبر دولة بالفساد أنتم طالب أبسط حقوقها هاي الأحزاب ما أنطت شيء للشعب ما وفرت أبسط حقوق الشعب في المحصلة غضب يمهد لتهديد وتصعيد فيما لم تشكل الحكومة أو تعالج الدولة مصير الشعب المترامي على أبواب الفقر والبطالة والأمن الغذائي المهدد هو الآخر محاصصة وتحزب وصف الناشطون بتلك الكلمات ما يجري من عرقلة لمساعي بناء البيت السياسي رسالة تنذر بفورة غضب قد تعيد مشاهدة شرين وأن الشارع لم يتراجع عن حقه في طلب التغيير وضمان المصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر